البداية من إيران ومن المرأة الإيرانية في اليوم العالمي للمرأة الذي نخصص لها الجزئية الأكبر في الأخبار الليلة إن بالمواضيع أو بالضيفات على مدار الساعتين كل عام وكل نساء العالم بألف خير وحرية وعدالة ففيما يكرم العالم المرأة كل عاما في الثامن من شهر مارس تتجه الأنظار اليوم إلى النساء إيران المقيدات بقمع النظام وظلمه لهن وآخر أشكال معاناتهن بعد الاحتجاجات التي خرجت منذ مقتل الشاب مهسا أميني تبرز معضلة التسميم الغامض الذي فتك بمدارس الفتيات النظام الذي بدأ باتهام جهة أجنبية وإسرائيل حول إعلامه التقليل من تداعيات الأمر باستضافة بعض الطالبات للقول إن عوارض التسميم بسيطة ولا تتعدى الغثيان والدوخة ستكبر هذه الطفلة الإيرانية التي تحني رأسها خوفا من رجل دينا لتعلم أن هناك من فقدت حياتها لأنها رفعت رأسها بوجه آخر مشابها بالمظهر وبالمضمون ولكنه أكبر بالسن قليلا وأن هناك من سيشدها من شعرها ما أن تكشفه كرجل الأمن هذا ويرمي بها إلى حبل المشنقة ففي إيران تحديدا بعض الغرامات من الشعر عديم القيمة أغلى من حياة امرأة بكل تضحياتها في الثامن من مارس في يوم المرأة العالمي لم تعد النساء تسألن الحرية فهن أحرار بعد مئات الشهيدات والمعتقلات ولم يلعبن بعد مقتل مهسى أميني دور الضحية أو يشكين بالتوسل والبكاء اترفع النساء الإيرانيات هذه الأكفة والتي تصفق بتناغم الفريق وتصدح حناجر صاحباتها الموت للدكتاتور أقنعة الوجه عادت للبلاد على عجل فكل هؤلاء الطالبات تستخدمها على وجوههن مع أن فيروس كورونا رحل عن البلاد بشكل شبه كلي فقد تعايشت الإيرانيات مع العطاس ونزلات البرد وارتفاع الحرارة لكن لتستطيع النساء التعايش مع هجمات بالغاز السام والتي تتكرر على مدارسهن منذ أشهر بلا حسيب ولا حتى رقيب لم ينجح النظام بمصادرة صوت المرأة فقرر مصادرة الهواء من رئتيها متناسياً أن النساء من بعض الصحافة هن أفضل وسيلة لنقل كل ما جرى هلالعلي الحدث الثامن من مارس يوم المرأة العالمي يمر حزيناً في إيران ففتيات البلاد والنساؤها أحلامهم أحلاهما مر أولهما سم المدارس والآخر حرية شبه مستحيلة أمام قمع النظام سيرة القمع كانت بطلتها الأولى الشابة الكردية مهسا أميني التي قتلتها ما تسمى بشرطة الأخلاق عقب احتجازها بزعم عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس إيرانية في الشوارع ضربنا وسحلنا وقتلنا إلا أنهن ثابرنا على أطول حركة احتجاج منذ ثورة 79 التي أطاحت بحكم الشاه وهاهن الإيرانيات اليوم يتحولن لهدف جديد من محاولات النظام القمعية إذ تعرضت مئات التلميذات لتسميم في مدارس مدن إيرانية كبرى وفي هجمات لم تعرف أسبابها بعد ويرى مراقبون أن الاحتجاجات الشعبية الإيرانية تعتبر أول ثورة تقودها النساء في عصرنا الحديث وذلك على مدى 43 سنة كانت سياسة الترهيب سلاحا للنظام فيما القادة الممسقين بالسلطة ليسوا على الموجة ذاتها مع الجيل الشاب المعروف باسم الجيل زد وفق المراقبين الإيرانيين وأكدت تقارير مختلفة أن الإيرانيات واجهنا بأجسادهن قمع الشرطة والقوات الأمنية على اختلافه وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتيات قضينا تحت التعذيب والتحرش والابتزاز أما في التسميم فالنظام يقول أن تسميم طلاب قم كان متعمدا وشار إلى أن جهة وأفراد يريدون إغلاق جميع المدارس خصوصا مدارس البنات وفي حصيل غير نهائية تسممت أكثر من خمسة آلاف تلميذة في حوالي 230 مدرسة في 25 محافظة من أصل 31 منذ نوفمبر الماضي على كل سنناقش هذا الموضوع وكل هذه التطورات ووضع المرأة حاليا بعد أشهر من هذا الحراك داخل إيران مع ضيفتنا من واشنطن النشطة السياسية الإيرانية تركمان جامشي مساء الخير أستاذة تركمان أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث منذ سبتمبر والمرأة الإيرانية معروفة بقيادة التظاهرات تحريك الشارع العنصر الأساسي بالمجتمع الإيراني الذي قاد موجة التغيير هذا ولكن من نفس الوقت كيف يمكن أن تصفي وضع المرأة الآن اليوم بعد هذه الأشهر من التضحيات ومن الحراك؟ نعم هذا سؤال رائع سهدنا المرأة أمام هذا النظام الذي يحاول دوما أن يقيد حقوقها الأساسية فهن يحاربنا ضد التمييز وضد النظام الذي يقيد المرأة في جميع مناحي حياتها من لباس وقرارات وأين تذهب ومن تتزوج ومتى ويتدخل النظام بكل مناحي حياتها ويقيدها على مدى سنوات طويلة ومقتل محسى أميني وكان هو بمثابة فتيل أشعل ثورة وهذه ثورة لا تريد المرأة أن توقفها بل يريدنا أن يحققنا حقوقهن الأساسية أي العيش بحرية بعيدا عن العنف وبعيدا عن التمييز وكما قلت فأن النظام الإيراني يعرف أن المرأة هي نقطة الضعف لهذا النظام لأن المرأة لم تفقد يوما أملها بتحقيق أحلامها والحصول على حقوقها وبالتالي لجأوا مؤخرا بتسميم إلى تسميم طالبات المدارس كي يوقفوا الفتيات عن الذهاب إلى المدارس والحصول على التعليم طيب فعليا ذكرت موضوع التسميم وأنا هنا كنت أريد أن أتوقف عند هذه النقطة اليوم التركيز على تسميم الفتيات فقط وإذا سمحت لي التركيز على تسميم الفتيات ليس فقط النساء في محاولة اضطهاد لأطفال يعني هم في طور الذهاب أو دخول إلى المجتمع بعد سنوات قليلة لماذا هذا الخوف اليوم موجود لدى النظام أو حتى لدى أي جهة اليوم من المرأة الإيرانية حتى يصل إلى حد تسميم طفلات وليس فقط نساء ناضجات قادرنا على تغيير الآن في هذه اللحظة نعم علينا أن ننظر إلى أساس المسألة فالنظام الإيراني عندما سمحوا للفتيات أن يذهبن إلى المدارس لم يتوقعوا أن الفتاة ستعلم وتتتقف ومن ثم تطالب بحقوقها الحقيقة هي أن الآن هذا النظام يعلم أنه بحاجة لأن يتصرف بشكل عنيف وسريع إلا أن سياساتهم لم تبين بوضوح أنهم يريدون وقف الفتيات عن الذهاب إلى المدارس كان الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط سلحوا بعض الجماعات لكنهم لم يعلنوا أن هؤلاء هم وراء هذه الحرب وبالتالي فهم الآن يريدون مثل هذه العملية لوقف الفتيات عن الذهاب إلى المدارس والحصول على التعليم فهم يريدون تجنب ذهاب الفتيات إلى المدارس ويريدون أن يتصرف بشكل سريع ضد هذه الثورة فهم يعلمون أنهم لم يفعلوا شيئا فإن هذه الثورة لن تتوقف وإن استمرت الأمور فلم يحدث تغيير ستبدأ الثورة من جديد وبالتالي هم يريدون أن يتصرفوا بعجالة وبشكل فاعل مسبق ضد الفتيات لأنهم يعلمون أن ذهبت الفتاة إلى المدرسة فإنها ستصبح مصدر مشاكل لهذا النظام طيب بأقل من دقيقة النظام حاول قمع التظاهرات اعتقال النساء تعذيبهن حكي عن تحرش كذلك بهن والآن يحاول تسميم بحسب ما يتهم تسميم الفتيات هل هذا يمكن أن يوقف المرأة الإيرانية باختصار لا سمحت نعرف أنها لم تتوقف على مدى 44 سنة النظام الإيراني كان لديه هذه السياسات دائما دائما يعذبون المرأة ويتحرشون بها بأساليب مختلفة لأن النظام يفعل كل ما يستطيعه ضد المرأة ربما اليوم تعذيب وبعد يوم تحرش وبعد يوم يمنعونها من دخول المدرسة يستخدمون كل ما في جعبتهم لكنهم لم ينجحوا على الإطلاق هذا لن يوقف المرأة عن المطالبة بحقوقها شكرا جزيلا لك ضيفتنا من واشنطن الناشطة السياسية الإيرانية تركمان غامشي شكرا جزيلا لك